عمليات تغيير ديمغرافي تجري على قدم وساخ في العراق تشمل غالبا مناطق حزام بغداد والمحافظات المحيطة بها ضمن سياسة باتت معروفة للجميع الحملة الجديدة شملت هذه المرة مناطق شرق اللطيفية جنوب العاصمة بغداد حيث قامت قوة عسكرية بإنذار فلاحين يقطنون على أرض مساحتها 15 ألف دونم لإخلاء مناطقهم التي تسكنها منذ أكثر من 200 عام عشائر الغرير وجنابيين والسعيدات لكنها باتت الآن ملكا لمديرية الإسكان العسكري التابعة لوزارة الدفاع عملية تهجير قسري لنحو ألفين عائلة من سكنة تلك المناطق تجري تحت غطاء قانوني بدافع مصادرة الأراضي الزراعية لبناء مجمعات سكنية تابعة لمنتسبي وزارة الدفاع ناهيك عن المخاطر الأخرى المتعلقة بضرب القطاع الزراعي عبر تدمير أرض خصبة للمحاصيل الزراعية وتغيير تركيبة سكانية للمنطقة لم تكن هذه الحملة هي الأولى فقد سبقتها العديد من عمليات التغيير الديمغرافي بذرائع شتى آخرها ما جرى قبل أسابيع حيث كشفت مصادر في وزارة الزراعة عن فسخ عقود 270 فلاحا ومزارعا في مناطق جنوب بغداد تحديدا في اللطيفية والمحمودية واليوسفية والرضوانية فضلا عن جرف الصخر وضواحل اسكندرية شمال بابل في الأشهر العشر الماضية وتعود هذه الأراضي لفلاحين ومزارعين نازحين منذ سنوات وليس بمقدورهم العودة إلى أراضيهم في المقابل منحت السلطات الكثير من العقود لأشخاص آخرين في خطوة جديدة تعمق معاناة النازحين وتثير مخاوف جديدة بشان دوافعها خصوصا أن ميليشيات مسلحة تسيطر على نحو 80% من تلك المناطق وتمنع سكانها من العودة إليها منذ عام 2014 وهو ما يمثل إصرارا واضحا من قوى سياسية وميليشيات موالية لإيران على أحداث التغيير الديمغرافي الطائفي في مناطق جنوب بغداد لتنفيذ أجنداتها في المنطقة